في قرار برضو طبعاً شايفين حالة الجو النهاردة احنا قلنا لكم مبارح وكان معنا طبعاً دكتور محمود شهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهاية الأرصاد والقال وهكرر الكلام علشان نكون عاملين حسابنا واخدين بالنا من النهاردة لغاية نهاية الأسبوع على يوم الجمعة في تقلبات شديدة في حالة الجو برودة شديدة جداً وهزيد احسازنا بالبرودة نتيجة لشدة الرياح في طبعاً برضو رمال أتربة في مطر فالمسألة يعني الكل يتوقع الحظر زي ما بيتقال الأطفال الناس الكبار يعني برضو نقعد في البيت على قد ما نقدر يعني في البرد كده مطلوب برضو يعني حاجات سخنة ونبعد عن الهوى والبرودة فعشان كده محافظة اسكندرية النهاردة قرر أنه هيبقى بكرة أجازة للمدارس لأن طبعاً عارفين اسكندرية الأجواء اللي فيها طبعاً تبقى التقس كل المحافظات السحلي ببقى بزيد احساس الناس بالبرودة بالمطر ربما احنا بنتابع مع حالتكم مشاهد دوقتي من محافظة اسكندرية النهاردة فنتيجة لسؤل الأحوال الجوية سيادة المحافظ محافظة اسكندرية إدى للولاد هناك أجازة بكرة من المدارس يعني برضو ده تخفيفاً على الولاد يعني منزلوا بدري قوي فبياخدوا البرد جامد مع الأهالي برضو يعني خلاص بكرة إن شاء الله أجازة في اسكندرية في المدارس ومش عارفين هل في قرارات مشابهة ممكن نتابعها خلال الأيام اللي جاية في محافظات تانية على كل الأحوال هننتظر ونشوف لكن بنوحدكم تحذيرات من هيئة الرئاسات الجوية عدم استقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام اللي جاية لغاية نهاية الأسبوع